تمكن سكان الكرة الأرضية فجر اليوم من رؤية خسوف كلي للقمر مع وصوله إلى أقرب نقطة له لكوكب الأرض كما شهدت دول البغرب العربي خسوف القمر الدامي كاملا ويقول علماء الفلك إن خسوف القمر يحدث عندما يكون القمر عملاقا ومكتملا على هيئة بدر وظاهرة القمر الدامي لم تحدث منذ ثلاثين عاما ولن تتكرر مرة أخرى إلا عام الفين وثلاثة وثلاثين ورصدت كاميرا سكاينيوز عربية ظاهرة خسوف القمر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وشهدت ظاهرة القمر العملاق بشكل واضح في سماء العاصمة لمدة دامت نحو ساعة وينضم إلينا في الستوديو رئيس مرصد الإمارات الفلكي المتحرك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نيزار سلام سيد نيزار أهلا وسهلا فيك صباح الخير مرحب فيكم صباح النور طيب لو تحدثنا عن هذا القمر الدامي كيف يحدث؟ مبدئيا هو طبعا ليس قمر دامي هو طبعا غير مصطرح علمي كلمة الدامي هذه ويسمى أيضا القمر العملاق نعم لأنه اقترب من الأرض فهو كان حدثين فلكيين في آن واحد اللي هو يحدث الخسوف حينما يقع القمر أسير في ظل الأرض طبعا معلوم أن الأرض كروية أو شبك كروية بيضاوية وأشعة الشمس حينما تسقط على الأرض يتكون خلف الأرض مخروط ظل إذا وقع القمر أسيرا في مخروط الظل سواء كليا أو جزئيا هنا يحدث الخسوف ما حدث اليوم فجرا كان كليا وكان في نفس الوقت القمر أقرب ما يكون إلى الأرض عن غير العادة تقريبا أن تتكلم عن فرق 42 ألف كيلومتر نعم يعني هذا ما يفسر أولا الحجم الكبير للقمر الذي رصدناه وما سميه بالقمر العملاق ومقدار لما عانه كان تقريبا 25 إلى 30% ولكن موضوع القمر الدامي هذا يعتمد على مقدار اللون الأحمر الذي يكتسبه إحمرار إقدار إحمراره نعم ومقدار إحمراره هذا نتج إلى الغلاف الجوي تشتت أشعة الشمس التي تسقط في حواف الكرة الأرضية وبالتالي تتبعته وتنكسر معظم ألوان الطيف تشتت وتنكسر إلا الأحمر يستطيع أن ينفد فيصل إلى القمر وبعد ذلك يعكس من القمر نحو الأرض فيبان أحمر زيادة أو أحمر داكن أو نحاسي ممكن ما هي المناطق التي تمكنت من رؤية هذه الظاهرة؟ عندك طبعا بشكل كلي عندك غرب أوروبا وغرب أفريقيا وشرق أمريكا الشمالية ووسط أمريكا الشمالية القارة الأمريكية الجنوبية القطب الشمال وقطب الجنوبي أيضا طبعا جزئيا نحن طبعا بشرق الأوسط أستطيع أن يرى بداية مراحله إلى أن وصلنا مرحلة الدخول الكل في الخسوف وبعد ذلك غرب القمر وهو مخسوف لكن دول شمالي غرب أفريقيا كليبيا مثلا استطاعوا نعم استطاعوا لأنها في الجهة الغربية نعم استطاعت أن ترى من بدايته إلى نهايته نحن إن شاء الله معوضين في 2018 إن شاء الله في خسوف كامل نرى من أول إلى آخر ما هو وقت استمرار هذه الظاهرة يعني كم من الوقت استطاعت تقريبا خمس ساعات من بدايتها لإنهايتها ولكن عملت وجوده في ظل الأرض لأنه مر في مركز الأرض تقريبا ساعة وسبع دقائق سيد نزار لماذا أخذت هذه الظاهرة هذه المرة اليوم هذه الأهمية طيب هذا طبعا أكبر اقتراب للقمر خلال هذا العام وكان هذا يعتبر رابع خسوف يحدث خلال هذا العام الأهمية كانت أنها لن تتكرى إلا سنة 2030 فطبعا كانت نحن ننتظرها من 82 تقريبا فظاهرة لن تكرى إلا في تاريخ بعيد نسبيا فكانت مهمة طبعا ظاهر هذه الأهمية أخرى من ناحية علمية من خلال دراسة درجة الحرارة التي تطرع على سطح القمر درجة الحرارة تنخفض خلال عملية الخسوف الكل تقريبا 160 درجة مئوية تخيلوا بورودة شديدة في القمر تحدث من خلال 10 إلى نصف ساعة طيب عندما يذكر القمر الدامي هذا المصطلح يتبادر للوهلة الأولى انطباع سلبي هل له أي تأثيرات سلبية سواء على الأرض أو على الإنسان هو طبعا بالبداية مرة أخرى كده هو التسمية غير علمية نهائيا هي طبعا كما يقولون يعني العلماء الفلكي يقول لك هذه ناس يحبون يملك كتب تروج إلى نهاية العالم والتشاؤم والخوف كتب دينية أغلبها طبعا فطبعا غير صحيحة طبعا لا يوجد أي تشاؤم هي آيات من آيات الله يعني الكسوف والكسوف أمر طبيعي اعتيادي قد يكون له تأثير محدود على موضوع المد والجزر يقال أنه يعني في بعض الحالات في زيزال في كارفونيا تقريبا في 71 ردوا بعض العلماء إلى اقتراب القمر من الأرض وحدود الخسوف لأن القمر كان يجيب الأرض من جهة والشمس من جهة أخرى فأدى إلى عملية زحزح أو إثارة للقشرة الأرضية لكن ليس له تأثير سلبي أبدا ما هي الظواهر الفلكية المتوقع بعد أن تحدث هذا العام؟ في 2017 فيه خسوف جزئي إن شاء الله سيكون مرئي من الإمارات في 2018 خسوف كل نراه إن شاء الله بعد غياب الشمس إن شاء الله في أغسطس هذه الأحذات الخاصة بالخسوف والكسوف طيب كثير من الفلكيين ربما يرصدون هذه أبدا واهر باهتمام بالغ كيف أنتم رصدتم هنا في الإمارات هذه الظاهرة؟ كان رائع أولا طبعا تتعلم كيف كانت درجة الرطوبة كانت عالية نسبيا ومع ذلك استطعنا أن نستخدم مرصد الإمارات الفلكي بقطر 600 مليمتعة أو 60 سنتيمتعة استطعنا أن نرى مراحل بداية الخسوف بشكل واضح وتغير لون القمر تدريجيا بشكل واضح فكان أمر طبعا مبهج ومع أنه وقته كان غير مناسب في بداية الصباح ومع ذلك استطعنا أن نرصدها كما الصورة كما نشاهدها هنا بنفس المنظر هذا بنفس المنظر؟ نفس المنظر هذا الجميل إذن كنتم محظوظين؟ نعم كنتم محظوظين جدا 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 سيد نزار لماذا ذكرت أن هذه الظاهرة لن تتكرر إلا عام 2033 لماذا هذا العام تحديدا؟ ما هي الدورة الزمنية لها؟ دورة زمنية هي موضوع أن يكون اقتراب وخسوف هنا الفكرة هنا الموضوع بالضبط لهذا السبب في 2033 ستتكرر هذه العملية وسيكون مرئي من الإمارات إن شاء الله بالكامل فبتكون لأنه أقرب نقطة للأرض تقريبا تتكلمي عن 3600 وخمسة كيلومتر فطبعا مسافة قريبة جدا لأنه بالعادة المسافة تصل إلى 407 أو 405 ألف كيلومتر فهذا أنه يكون الاقتراب والخسوف عشان كده هذا السبب في لن تكرر إلى 2030 دكتور نزارونيلك السؤال سيد نزارا هل هذه الحسابات غالبا ما تكون دقيقة؟ يعني عندما نتحدث عن 2033 هل هناك من عوامل قد تدخل وتغير هذا المسار؟ أبدا الحسابات دقيقة لدرجة أنني أستطيع أن أحدد بعد القمر كل ثانية التعلمي أن هناك مرأة في القمر في سطح القمر وشعة الليزر متسلط إلى هذه المرأة في سطح القمر وتحكس طبعا المرأة شعة الليزر إلى الأرض المسافة المقطوعة على الزمن المستغلق نستطيع أن نحسب كم يبعد القمر واكتشفنا أن القمر يبتعد سنويا 3.4 سنتيمتر لكن أنت تخيلي مقدار الدقة نحن نستطيع أن نعلم والعلم عند الله طبعا وبقدرة الله نستطيع أن نعلم البعد كل كوكب عن كل كوكب آخر نتكلم عن الكواكب وليس النجوم نستطيع أن نعرف بدقة تصل إلى الثواني القوسية وليس الأمتار فقط لكن أنت تخيلي هذا العلم شيء رائع شيء جميل دائما كان الاعتقاد السائد لدينا أنه لو تنظر مباشرة إلى القمر إلى الخصوف تحدث لك ربما أضرار هل هذا دقيق؟ هو دقيق ولكن في كسوف الشمس وليس في الخصوف في خصوف القمر لك أن تراه كما تريد بدون أي منقصات وبشكل جميل وبشكل رائع وترى بداية بدخوله وتغير اللونه وبشكل واضح ليس هناك أي أضرار تذكر لا من قريب ولا من بعيد لأنه يعني كسوف الشمس بالمناسبة الكسوف أمر مختلف لأن أشعة الشمس تضل أشعة نعم أشعة غير مرئية وأشعة مرئية ولكن أيضا حتى هذا أكثر من حجمه الطبيعي في السطوع 30% ولكن هو بالنهاية يعكس ضوء الشمس يعني هو لا يعطي الضوء من تلقاء نفسه فهو مجرد يعكس ضوء الشمس وبالنهاية ضوءه يصل إلى الغلاف الجيوي ويقوم بتشتيته مرة أخرى فيصل ضوء ضعيف لهذا السبب استطعنا أن نرسله رغم الرطوبة العالية حتى الساعة السادسة وخمس دقائق لأنه كان بسبب اللمعان بأي نوع من التلسكوب؟ استخدم التلسكوب CDK 0.60 سنتيمتر وهو الذي يعتبر أكبر مرصد فلكي في الميدليس في الشرق الأوسط حتى الآن تبدلتم الصور مع بعضكم البعض خاصة من الدول الأخرى لديكم علاقاتك؟ صراحة نحن مع متعاون مع الاتحاد العربي العلم الفلك الفضاء ومنظمة فلكيين بلا حدود وحاليا يقومون بدراسة الصور التي يقومون بالتقاط لمعرفة مقدار اللي معانا اللي يطرع على القمر لتأكيد الدراسة بشكل أفضل وأيضا معرفة بعض القمر بشكل أفضل نشكرك سيد نزار سلام رئيس مرصد الإمارات الفلكي المتحرك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء كنت معنا في السرق شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا فيكم